في أوكرانيا يحتد دوي المعارك فترتفع أصوات الانقسام الغربي بشأن تسليح كييف ثم يرتد صداها برغبة في المضي إلى أبعد حدود المواجهة وتحذيرات من توسع رقعة الحرب وما قد يأتي به هذا التوسع على أمن واقتصاد دول أوروبية عدة في آخر مظاهر الانقسام تبرز ألمانيا التي تشترط تزويد أوكرانيا بالدبابات بموافقة الولايات المتحدة أولا على القيام بهذه الخطوة وذاك جزء من سلسلة اشتراطات أخرى تطرحها بولندا وفنلندا أيضا غير أنهما ينتظران موافقة برلين أولا من أجل إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا حالة الانقسام المتفشية بين حلفاء أوكرانيا سيعقد من أجل كبحها اجتماع بين كبار مسؤولي الدفاع من عشرات الدول في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا لتنسيق المساعدات العسكرية لكييف في وقت أخذت فيه بعض الدول الزمام المبادرة مثل المملكة المتحدة التي تستعد لإرسال دبابات تشالينجر إضافة إلى 600 صاروخ من ترازي بريمستون والدنمارك التي ستمنح 19 مدفعا من مدافع قيصر ورغم التابعات المحتملة للموقف الألماني المتحفظ على زخم الدعم العسكري الغربي لكييف فإن المخاوف المتزايدة بين الأوروبيين من توسع رقعة الصراع مع روسيا وتزايد المساعر الرامية للحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب ترسم أولا وقبل كل شيء حدود التسليح الغربي لأوكرانيا ترجمة نانسي قنقر